ثمانية ألاف محكوم بالإعدام في السجون الحكومية المعلنة تم تنفيذ أحكام الإعدام لعدد منهم خلال الأشهر الأربعة السابقة من فترة حكم السوداني هذا ما أقرت به وزارة العدل في العراق وهو رقم لا يشمل أولئك المغيبين في سجون سرية ناشطون أشاروا إلى خطورة هذا الملف ويؤكدون أن معظم المحكومين بتهمة الإرهاب الفضفاضة في العراق تم اتهامهم بشكل كيدي أو عن طريق المخبر السري وتتم محاكمتهم بشكل سريع وبدون وجود محام يدافع عنهم منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية سبق وأن أكدت أن المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية في العراق لم يخبروا عن أسباب اعتقالهم واعتقلوا لمجرد الوشاية الكيبية وبأدلة غير كافية ويخضعون لمحاكمات غير عادلة أنتجها نظام طائفي المنظمات الدولية أضافت أن نظام المحاكمات القائم في العراق يركز على الانتقام فحتى المحامون الذين حاولوا الدفاع عن متهمين بقضايا إرهاب تم اتهامهم بالانتماء لتنظيم داعش بحسب ما صرحت به منظمة العفو الدولية في عام 2018 آلاف المعتقلين العراقيين مغيبون في السجون منذ عدة أعوام تعرضوا لجميع أنواع التعذيب للاعتراف بتهم كيدية أو عن طريق المخبر السري والذي اعتمد خلال فترة الحكومات السابقة وحتى الآن ناهيك عن عمليات الاعتقالات المستمرة لعراقيين وبتهمة جاهزة هي الإرهاب وبدوافع طائفية ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة في ظل حكومات المحاصصة نادي